ازاي نقدر نعرف البوند انجل الزاوية بين الراوت وبعضها في اي مركب وازاي نقدر نحدد الجيومتري او الشكل الفراغي للمركب يعني ليه مثلا جزء الميسان يبقى شكله كده لكن جزء الامونيا يبقى شكله كده ده اللي هنعرفه خلال الفيديو ان شاء الله فيزبر سيرو هي اللي هتعرفنا ازاي نحدد البوند انجل والجيومتري لأي مركب كلمة فيزبر هي اختصار لفيلانس شيل الكترون بير ريبالشان اول حرف من كل كلمة النظرية بتقول ان الالكترونات المستوى الاخير لأي زرة المسؤولة عن تكوين الروابط بتكون في حالة تنافر بينها وبين بعضها والالكترونات دي بتبدأ تبدى عن بعضها وتكون اكبر زاوية ممكنة بينها وبين بعض بحيث تقلل التنافر على قد ما تقدر علشان تكون مستقرة وده اللي بنانا عليه بيتحدد شكل مركب في الفراغ والنظرية بدأت تحط ستة امثلة نمشي عليهم رقم واحد AX يعني مركب مكون من زرتينه بس الA والX وبالتالي مفيش احتمال غير انه يكون لينير او خطي سواء كان بين الزرتين دور رطة واحدة او اكتر مش هتفرق زي مثلا الHCL الCL2 والكربون مونوكسايد رقم اتنين AX2 يعني مركب مكون من ثلاث زرات A و 2X بحط الA هي الزرة السنترال المركزية وحط ال2X على الطرف هنا بقى الالكترونات الربطة ما بين الA والX الاولانية بتتنفر مع الالكترونات الربطة اللي بين الA والX التانية والطفر ده بيخليهم يبعدوا عن بعض على قد ما يقدروا واكيد افضل وضع ان الزاوية بينهم تكون 180 درجة وبالتالي المركب يكون لينير او خطي سواء كان بين الثلاث زرات رطة واحدة او اكتر مش هتفرق برضه زي مثلا الاسيتيلين لو مسكنا اي كربونة منهم هنلاقيها منتصف الزرتين الكربون التانية اللي عامل معها تريبل بوند والهايدروجين نفس الكلام الهايدروجين سينايد هنلاقي الكربون متصلها بزرتين بس النايتروجين والهايدروجين وبالتالي المركب هيكون لينير في الحالتين رقم 3 الA X3 يعني مركب مكون من 4 زرات الA الزرة السنترل وحواليها 3 زرات X وهنا افضل وضع يقلل التنافر بين الالكترونات كل ربطة ان الزاوية يكون 120 درجة ومركب يكون شكله بلانر تريانجل زي مسلس مستوي زي مثلا الBF3 ومركب الإسيلين ومركب الأسيتيك CH3 C double bond O O H وده هنلاحظ فيه ان السنترل كربون شكلها بلانر تريانجل اما الCH3 اللي على الترف زرة الكربون متصلة ب4 زرات فتعتبر AX4 اللي هنتكلم عنها دلوقتي رقم 4 الAX4 يعني مركب مكون من 5 زرات الA الزرة السنترل وحواليها 4 زرات X وهنا افضل وضع يقلل التنافر بين الالكترونات كل ربطة ان الزاوية يكون 109 درجة ومركب يكون شكله تتراهيدرال التلات روابط اللي في القاعدة على شكل هرم والربطة الرابعة عمودية عليهم زي مثلا الميسان CH4 والCH3 CL ومركب الإيسان وفي حالتين كمان من الX4 اول حالة AX3N زي مثلا مركب الأمونيا NH3 وهنا استبدلنا زرة الX الرابعة باللومبير في الكترون بتاع زرة النيترون اللومبير هو عبارة عن زوج حر من الالكترونات وبالتالي هيحصل تنافر بينه بين الكترونات الروابط فهيأثر في الجيومتري بتاع المركب لكن في نفس الوقت اللومبير مش بيظهر في الشيب او شكل مركب في الفراغ لان الشكل بيمثله الروابط فقط وبالتالي هيبقى عندنا حاجتين الجيومتري وده هنحسب فيه اللومبير وهيكون زي AX4 هيكون تتراهيدرال لكن الشيب وده من غير اللومبير هيكون بيراميدا الشيب كأين شيلت الزرة الرابعة من التتراهيدرال وسبت الثلاثة اللي في القاعدة اللي على شكل هربي تاني حالة AX2 N2 زي مثلا مركب المية يعني استبدلنا زرتين X باثنين لومبير في الكترون بتوع زرة الأكسجن وبالتالي هيبقى عندنا حاجتين الجيومتري وده هنحسب فيه الاثنين لومبير وهيكون زي AX4 هيكون تتراهيدرال جيومتري لكن الشيب وده من غير الاثنين لومبير هيكون V-shape كان شيلت زرتين من التتراهيدرال وبقى زرتين فيبقى مركب شبه حرف ال-V رقم خمسة AX5 يعني مركب مكاوم من ست زرات ال-A زرات سنترال وحواليها خمس زرات X وهنا افضل وضع يقل للتنافر بين الكترونيات كل ربطة ان الشكل يكون عبارة عن مسلس ومن فوق ربطة عمودية عليه ومن تحت برضو ربطة عمودية عليه كانوا مكاوم من هرمين متعكسين ومشتركين في القاعدة وهنا بيكون في عندي زاويتين في المركب الزاوية بين الروابط في القاعدة وبعضها 120 درجة لكن الزاوية بين الزاوية العموديين والروابط في القاعدة هتكون 90 درجة زي مثلا ال-BF5 وفيه ثلاث حالات كمان من ال-AX5 اول حالة ال-X4N يعني استبدلنا زارة ال-X الخامسة بلومبير وفي الكترون وبالتالي هيبقى عندنا حاجتين الجيومتري وده هنحسب فيه اللومبير وهيكون زي ال-AX5 هيكون Triginal Biberamid Geometry لكن ال-Shape وده من غير اللومبير هيكون C-Sow shape بشير ربطة من الثلاثة اللي في القاعدة وبيكون الشكل شبه المرجاحة بس مقلوبة تاني حالة ال-AX3N2 يعني استبدلنا زارتين X ب2 لومبير وفي الكترون وبالتالي هيبقى عندنا حاجتين برضو الجيومتري هنحسب فيه ال-2 لومبير وهيكون زي ال-AX5 هيكون Triginal Biberamid Geometry لكن ال-Shape من غير ال-2 لومبير هيكون T-Shape بشيل زارتين من الثلاثة اللي في القاعدة وبيكون شكل مركب شبه حرف T بس مقلوب تالت حالة ال-AX2N3 يعني استبدلنا ثلاثة زارات بتلاثة لومبير وفي الكترون وبالتالي هيبقى الجيومتري بتاعي زي ال-AX5 أكني حاسب اللومبير هيكون Triginal Biberamid Geometry لكن ال-Shape وده من غير محسب التلاثة لومبير هيكون Linear Sheep بشيل الثلاثة زارات اللي في القاعدة هيبقى الزارتين العموديين رقم 6 AX6 يعني مركب مكون من 7 زارات A هي الزارة Central وحواليها 6 زارات X وهنا افضل وضع يقلل التنافر بين الكترونيات كل ربطة ان الشكل يكون اكتاهيدرال عبارة عن 4 روابط على هيئة مربع في القاعدة ومن فوق ربطة عمودي عليه ومن تحت ربطة عمودي عليه كانوا مكون من هرمين بقاعدة ربعية متعكسين ومشتركين في القاعدة وهنا الزاوية سواء بين روابط القاعدة وبعدها او بين الاثنين العموديين وروابط القاعدة هتكون 90 درجة زي مثلا ال-SF6 وطبعا هلاقي عندي حالات كتير من استبدال زرات ال-X بلوم بيرز وطبعا هيبقوا مختلفين في ال-Shape لكن ليهم نفس الاكتاهيدرال جيومتري ودي بعد الامثلة تقدر تدرب نفسك عليها عشان تفهم الفكرة اكتر والمطلوب انك تحدد ال-Shape والجيومتري لكل زرة في المركبات القاتية وقيمة الزاوية بين الروابط وبعدها اشتركوا في القناة